السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم محمد تحسين من قناة سرشاجي ازايكم عامليني اتمنى تكونوا بخير وصحة وعافية ان شاء الله ما سألش ناسك انت لما بتروح الجيم وتلاقي مثلا واحد بادي بيلدر كوي جدا عنده عضلة مثلا عاملة زي الكورة في دراعه وكورة في اكتافه وهكذا العضلة ده بيجبر ازاي الفكرة ان انت اي واحد بيروح الجيم بيبقى ما عندهش الخلفية البسيطة دي انت ازاي العضلة بتجبر ولو صدقني لو عندك الفكرة ده ولو عندك الكونسبت ده هتعرف تجري في الجيم وهتوصل نتائج بسرعة جدا عكس ما انت كنت داخل ومش فاهم حاجة بص في الفيديو ان شاء الله هشرح لك انواع الوجع في العضلة كله وازاي العضلة بتكبر حرفيا فخليك معايا في فيديو ده انا محمد تحسين من قناة سرشاجي لما بتروح الجيم بيحصل لك نوعين من الوجع نوعين حاجة اسمها مصل سورنس بيحصل لك نوعين من الوجع وجع اسمه اكيوت مسل سورنس والمسل سورنس ده بيبقى قلم لحظي ببيجيب착 اثناء اللعب بيبقى مثلا علشان انت بتجد العضل فاند مثلا بتلعب اللعب Republican بالبيو او ولا شخة فيها وللوجع ده ولاستمر حوالي من ساعتين لاثلت لا لثبعة ساعات بعد التمرين وهذا ليبقى الام لاحظي يعني عادي يعني بيحاجة سماطركم حنب اللاكتيك ونفيات العضلة فاسيبك من الامسل سورنس ده ده اسامية بس الوجع التاني اللي هو اسمه موسيقى 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 هذا الوجع الذي يبقى بعد التمرين الذي يستمر من يوم لثلاثة أيام الذي يجب أن تلعب بانجو أو شيء ستجد أن توجع العضلة تشعر أن هناك وجع الذي يجب أن تعمل العضلة أو تعمل العضلة توجع لك هذه الحتة هذا ما نتحدث عنه وهذا ما يسبب تسمى حيبر تروفي أو الضخم العضلة الآن العضلة تعمل أريد أن تعمل العضلة تبدأ لعبة مثلا التي تقول لكم عنها ومثلت تعملية حيث تعملية حيث هذا هو الإنكباض العضل الموجب وهذا سيئ عندما تنزل أكثر تركز على هذه العضلة تعمل إقراض العضلة تعمل إقراض بالضبط للعضلة فهذا تقطع العضلة العضلة بتاعتنا عامة او الانسجة عامة زي الاستيك. الاستيك بالضبط انت لما بتشدل العضلة وانت بتلعب بوزن تقيل وبتنزل بالراحة كده. الضخامة العضليمة بتجيش غير بالوزنъ الانتقييلă والمتوسطةk. ما بتجيش بالأوزنين خفية. لما بتجي تنزل كده? تمام? فبيحصل حاجه اسمها استريتشات. او تقطيع في العضلة. اللي بيحصل في العضلة بالضبط زي الاستيك. انت لما بتجي لقاسك فعليا العضلة بتتقطع او بتتكسر العضلة معمولة من بروتينات او مصنوع من بروتينات فبتتكسر او بتتقطع ايهما اكرب يعني ايا بتتقطع فعلا بيجي بيحصل لها حاجة اسمعها مايكرو تيرز مايكرو تيرز دي اكاينك ماسك زي دبوس كده او ابرة وعمل تقطع في العضلة بسيط 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 طبعا انت مش هتحس بالوجع مش هتحس باليعني بالتقطيع ده على طول والريكوفري بتاعها بيحصل من يوم لتلاتة ايام طب هل لو انا لعبت اول يومين تلاتة بيحصل كده لا ده المايكرو تيرز دي انا زي ما بيقولك ده بيحصل فجوات بسيطة جدا ما بين العضلات فايلي بيحصل حضرتك بتتمرن مع تمرينة مع اكل مع شهور تلاتة اربع شهور تلاقي العضلة كبرى فانا بس بحاول لك اقول لك بقى انت انت لعبت دلوقتي بقيت جايب خمسين في المية انت لعبته وعملت الاسنتريك ووجع في العضلة وجالك ثلاثة ايام من يوم لثلاثة ايام الوجع بتاع العضلة ده فمن الافضل بقى تعمل ايه لما تروح اولا فيه حاجتي لازم تعمله لازم تاكل كويس تاكل كويس بروتينات كتير وضهون كتير وكاربوهيدرويتس كتير وكمان تنام كويس تنام حوالي ثمان ساعات نوم كويس نوم بدون قلق لازم تنام تبقى نايم مستريح ايه اللي بيحصل لما انت بتاكل لما انت بتاكل بيعطبعا الاكل ده انت بتجيب بروتينات وانت بقى لما بتيجي تنام بقى النوم ده بقى اللي بيحصل Slovis المعجلات كلها اللي بيحصل فيه المعجلات ايضا انت خلاص كلت وقالت بروتينات كويس نhartجي بقى للنوم النوم ده بقى بيروح بقى انت نام كده خالص بقى في النوم السبات بيروح جاء بالبروتينات اللي انت كلتها الروح حاطيتها في مكان التكسير اللي حصل. مكان مايكرو تيرز اللي انا قلت لك عليه. فبالتالي العضلة مثلا ركز في الحده دي. العضلة بتبقى كده مثلا. بتبقى من الطول ده للطول ده. اهي. فلما بيحصل مايكرو تيرز بيحصل لها كده. بتتقطع التقطيع دي كده. هي بتبقى كده. فبتتقطع كده. فطبعا انت بتاكل بروتينات وبدهون وكل حاجة. فانت نايم يعني ساعة النوم الجسم بيحط البروتينات اللي انت كلتها في الفراغ ده. هي كانت كده بقيت كده بيحط البروتينات في الفراغ ده. فتخيل بقى كانت كده وكده. فطبعا هي بتطول وبتتخل. دي بيحصل لها حاجة سماها هايبرتروفيا. فاتمنم. بعد انت عرفت قلية العضلة. فلازم تستخدم كمان مع التكنيكي يعني التكنيكي اللي اللي بعديها او عشان تطلع معك نتائج كويس. ان انت حضرتك تلعب تلعب كويس وتعمل الاسنتريك كويس. الاسنتريك دي اللي هي بتبقى عكس الجاذبية ان انت بتبقى يعني هي بتبقى ناحية الجاذبية. بس تبقى طبعا بتبقى صعبة انت متخيل انت ماسك اه ضمبل في ايدك مسلا وليكن خمساشر كيلو وبتنزل واحدة 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 وطبعا انت ماسكه بثبات. علشان ده بيقطع في العضلة من جوه. فانت خلاص لعبته وزبطت التمرين وكل حاجة فانت بقى هتروح. لازم تاكل بروتين كويس. لازم تاكل دهون كويس. لازم تاكل الكربوهايدريتس كويس. ولازم كمان تنين كويس. سبع تمن ساعات. علشان يحصل حاجة اسمها كويس. ومن الافضل ان انت عشان تمر ان العضل عشان يطلع لك اضخم حاجة بزبط. تلعب مرتين في الاسبوع. مرة كل تلات ايام. انت بتلعب النهاردة مثلا بايسبس. فبتسيبها مثلا يومين تلاتة عشان يحصل لها ريكوفري. الريكوفري بيبقى من حدود ما بين يوم الى تلات ايام. وبقى لايك وتشترك في القناة. احنا مش بنتكلم عن الغضلاب بس احنا بنكلم عن التخسيص بنكلم عن التكنولوجيا بنكلم عن الساعات ساعات الايد. فقدم انا حددك تشاركني. وما تنساش طبعا تعمل لايك وتشترك في القناة. معك انا معكم محمد تحسين من قناة الشرشاجي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة.